مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستشهد المملكة انخفاض ملموس على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين مع رياح نشطة مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشرقية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير وأيضا اعتبارا يوم الثلاثة إن شاء الله سترتفع درجات الحرارة تدريجيا النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أما التفاصيل فنلاحظ أن الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد هي انخفاض واضح على درجات الحرارة وكبير تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها أيضا تشهد المملكة رياح نشطة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة الوبار والأتربي خاصة في أقصى المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المملكة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير وواضح وتؤثر على حركة النقل البري نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر في المناطق الشمالية درجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 والصغرى 16 في المناطق الوسطى 21 و13 وفي أيضا المناطق الجنوبية 20 إلى 10 درجات خليج العقبة 32 إلى 20 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 14 نلاحظ كمان أن الأحوال الجوية المتوقعة أثناء الليل هي أجواء باردة نسبيا خلال يومي الأحد والاثنين ومنطقة البادية الشرقية العظمى 34 وصورة 13 يعني بتكون حارة نسبيا في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا أيضا مع أجواء مغبرة بشكل واضح يوم الأثنين أيضا يستمر هبوب الرياح النشطة وبالتالي تستمر الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض أيضا على درجات الحرارة في المناطق الشرقية المناطق الشمالية الحرارة العظمى المتوقعة 24 و16 المناطق الوسطى 22 و15 المناطق الجنوبية 20-11 قليج العقبة 32-22 والبادية الجنوبية الشرقية 23-14 ومنطقة البادية الشرقية 28-15 درجة مئوية مع أجواء مغبرة وأيضا باللاحظ أن تبقى درجات الحرارة يوم الأثنين أقل من معدلاتها بحوالي 4-6 درجات مئوية يوم الثلاثة ارتفاع على درجات الحرارة وتحسن على مدى الرؤية الأفقية وتقل سرعة الرياح أيضا أجواء ربيعية مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة إلى معتدلة نهارا وأيضا راح تكون لطيفة أثناء الليل المناطق الشمالية 27-18 المناطق الوسطى 25-17 المناطق الجنوبية 23-13 وخليج العقبة 35-24 والبادية الجنوبية الشرقية 27-16 والمنطقة البادية الشرقية 31-17 درجة مئوية يوم الأربعاء بإذن الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح الأجواء ربيعية معتدلة أثناء النهار وربيعية لطيفة أثناء الليل بشكل واضح وتكون الأجواء مشمسة أيضا في النهار والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30-18 المناطق الوسطى 27-19 المناطق الجنوبية 25-15 والبادية الجنوبية 30-18 خليج العقبة أجواء حارة في النهار ومعتدلة إلى حارة نسبيا ليلا 37-26 درجة مئوية والمناطق الشرقية 32-18 درجة مئوية يوم الخميس القادم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا منطقة البادية الشرقية أجواء حارة وأيضا حارة في خليج العقبة لكنها تقريبا معتدلة في مناطق المرتفعات الجبلية ولطيفة تكون أثناء الليل المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 33 وصغرى 21 المناطق الوسطى 30-20 والمناطق الجنوبية 27-16 منطقة البادية الجنوبية الشرقية 31-19 خليج العقبة أجواء حارة 38-25 وأيضا مناطق البادية الشرقية أجواء حارة 36-20 وأيضا لا يريب بالنا أنه كمان الأجواء في الأغوار هي حارة وبتكون العظمى بحدود 37-38 والصغرى بتكون بحدود تقريبا 25-26 درجة مئوية خاصة منطقة البحر الميت يوم الجمعة أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء حارة في المعظم المناطق في المناطق الشمالية 34-20 والمناطق الوسطى 31-20 المناطق الجنوبية أجواء معتدلة خاصة مناطق المرتفعات الجبلية 26-17 خليج العقبة أجواء حارة 38-25 البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا العظمى 32 والصغرى 20 ومنطقة البادية الشرقية أيضا أجواء حارة والعظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية مشاهدين الأعزاء شكرا لمتابعتكم ونترككم بأمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر